اشتركوا في القناة في هذا الدرس أيها الأحبة سنتعرف على تعريف الاستثناء وكذلك أركان الاستثناء ونتعرف أيضا على الأنواع التي يأتي عليها الاستثناء والمهم أيضا أن نتعرف على إعراب المستثناء وهو الوظيفة النحوية إذن سنتعرف في درسنا على هذه النقاط فهيا بنا على بركة الله أولا يقول أصل كل اسم منصوب في العمود ألف بالموقع العرابي المناسب له في العمود ب الجملة الأولى يقول يزداد الوطن أمنا أمنا هنا تعرب ماذا تميز إذن أمنا وهي الاسم المنصوب تعرب تميزا ننتقل للفقرة التالية ونقول لا تحتمل طبيعة البشر الغلو ولا تصبر عليه الاسم المنصوب هنا ماذا الغلو ما الذي يناسبه من الأسماء المنصوبة التي في هذه الخيارات نقول المفعول به إذن الغلو يعرب مفعولا به الجملة التالية قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين الاسم المنصوب هنا مفسدين ما الاسم الذي يناسبه هنا أو ما الإعراب الذي يناسبه هنا نقول مفسدين حال ومر معنا الحال في الدروس السابقة أنه اسم منصوب ماذا نكر يبين هيئة صاحبه وقت حدوث الفعل إذن مفسدين تعربوا ماذا حالا تحرك الجيش إلا فرقة المشه فرقة هنا اسم منصوب وهي محور حديثنا لهذا اليوم وهو ماذا المستثنى أو الاستثنى نقول تحرك الجيش إلا فرقة المشاه الجيش تحرك ما الذي لم يتحرك مع الجيش فرقة المشاه إذن هو استثنى ماذا فرقة المشاه من ماذا من الجيش بمعنى أنها لم تتحرك فنقول فرقة هي ماذا مستثنى الفرقة هنا هي ماذا المستثنى وهي محور ماذا الحديث اليوم نتعاون مع رجال الشرطة تحقيقا للأمن لماذا نتعاون مع الشرطة نتعاون مع رجال الشرطة تحقيقا للأمن كلمة تحقيقا هي الاسم منصوب وتعرب مفعولا لأجله تعرب مفعولا لأجله اللهم احفظ أرضنا حفظا دائما مر معنا في دراستنا سابقا ماذا ما يسمى بالمفعول المطلق فنقول حفظا هي مفعول ماذا مطلق إذن هذه الكلمات وكلها اسماء منصوبة وعرفنا ماذا إعرابها المناسب ننتقل الآن إلى الفقرة التالية يقول أتأمل المثال التالي ثم أجيب عما يليه من أسئلة المواطن يصدق الأخبار إلا الشائعات المواطن يصدق الأخبار إلا الشائعات إذن المواطن يصدق الأخبار إلا ماذا الشائعات فإنه لا يصدقها إذن هو في هذه الجملة استثنى الشائعات من ماذا من تصديق المواطن للأخبار واضح؟ إذن هو استثنى ماذا الشائعات بأن المواطن لا يصدقها نجيب على هذه الأسئلة يقول ماذا يصدق المواطن؟ نقول الأخبار يصدق الأخبار ما الشيء الذي لا يصدقه المواطن؟ الشائعات إذن استثنينا الشائعات بأن المواطن ماذا لا يصدقها هل خرجت الشائعات من حكم التصديق نقول نعم إذن خرجت الشائعات من حكم ماذا تصديق المواطن للأخبار واضح ننتقل ما الأداء التي أخرجت الشائعات من حكم ما قبلها ما الأداء التي أخرجت هذه الكلمة من حكم ما قبلها وهو التصديق نقول الأداء هي إلا هي ماذا إلا وهي أداة الاستثناء ماذا نسمي هذه الأداة نقول ماذا أداة استثناء إذن هو استثناء الشائعات بأن المواطن ماذا لا يصدقها وأخرجها من حكم ما قبل إلا وهو التصديق واضح؟ أخرجها من حكم ما قبل إلا وهو التصديق إذن الشائعات ماذا لا يصدقها ماذا المواطن طيب ماذا نسمي الكلمة التي استثنيت بإلا وهي الشائعات نقول ماذا مستثناء إذن هذه الكلمة تسمى المستثناء بماذا بإلا المستثناء بإلا أداة الاستثناء إلا والمستثناء هنا ماذا الشائعات واضح؟ ننتقل لهذه الأسئلة يقول ماذا نسمي كلمة الأخبار التي استثنيت منها الشائعات هنا الأخبار استثنينا منها ماذا الشائعات وقلنا أن الشائعات هي المستثناء بماذا بإلا والأخبار نقول أنها مستثناء من بمعنى مأخوذ من ماذا مستثناء من الأخبار فكلمة الأخبار مستثناء منه ما الذي استثنيناه منها؟ كلمة الشائعات فكلمة الشائعات تعتبر المستثناء بينما الأخبار المستثناء منه وانظر بوريكت ماذا أن الشائعات جاءت بعد إلا والأخبار ماذا قبل إلا بمعنى أن المستثناء منه يأتي قبل إلا واضح؟ ننتقل للفقرة التالية يقول أعيد المثال المواطن يصدق الأخبار إلا الشائعات من أي أقسام الكلمة المستثناء بإلا؟ وهو الشائعات هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ نقول اسم واضح الشائعات اسم ما ترتيبه في المثال؟ يأتي بعد المستثناء منه؟ هنا يريد أن يحدد ماذا؟ ويرتب لك أركام ماذا؟ الاستثناء فالاستثناء يتكون من المستثناء من وهو هنا الأخبار وأداة الاستثناء وهي إلا والشائعات هي ماذا؟ المستثناء إذن ترتيب المستثناء في الجملة يأتي بعد المستثناء منه واضح؟ إذن الترتيب كما يلي المستثناء من؟ أداة الاستثناء وهي إلا الشائعات وهي المستثناء واضح؟ هل المستثناء مخالف لحكم المستثناء منه؟ نعم مخالف لحكم المستثناء منه هنا الأخبار يصدقها المواطن ولكن الشائعات ماذا لا؟ يصدقها فأنا أخرجت ما بعد إلا من حكم ما قبلها واضح؟ وهذا هو تعريف الاستثناء إخراج ما بعد إلا من حكم ما قبلها ما قبلها هو المستثناء منه وما بعدها هو المستثناء ننتقل أيها الأحبة إلى الفقرة التالية وهي صياغة تعريف للمستثناء نقول المستثناء المستثناء اسم يذكر بعد إلا يكون مخالفا لما قبلها في الحكم إذن هو اسم يذكر بعد إلا يكون مخالفا لما قبلها في الحكم وقلت لكم قبل قليل أن أخرجنا ماذا الشائعات وخرجت من حكم ماذا تصديق الأخبار بالنسبة لماذا للمواطن إذن أعيد اسم يذكر بعد إلا يكون مخالفا لما قبلها في الحكم إذن هذا هو تعريف الاستثناء بشكل يسير ومبسط أتأمل وأجيب يتعاون أبناء الوطن للمحافظة على الأمن إلا الجاهدين يتعاون أبناء الوطن للمحافظة على الأمن إلا الجاهدين ما أركان الاستثناء في المثال السابق نقول يريد هنا أن نحدد أركان الاستثناء وهي أولا المستثناء من ثانيا أداة الاستثناء ثالثا المستثناء واضح؟ فنقول المستثناء من أبناء الوطن وهي ذكرت ماذا أولا أداة الاستثناء وهي ماذا إلا المستثناء الجاهدين وهنا أخرجنا الجاحدين من حكم ماذا ما قبل إلا وهو تعاون أبناء الوطن إذن استثنينا الجاحدين من أبناء ماذا الوطن بأنهم لا يتعاون واضح؟ إذن الجاحدين هي ماذا؟ المستثناء هي المستثناء والمستثناء من هي أبناء الوطن الأداة التي استعملناها هنا في الاستثناء هي إلا واضح؟ السؤال يقول هل سبق المستثنى بأداة نفي هنا؟ لا هل سبق بأداة من أدوات نفي؟ لا هنا يريد أن نتعرف على أنواع الاستثناء وهو أولاً التام المثبت التام المثبت الذي تتوفر فيه أركان الاستثناء الثلاثة ويكون خالية من أدوات النفي إذن هل سبق بأداة من أدوات النفي؟ لا واضح؟ نقول يسمى الاستثناء الذي تمت فيه الأركان الثلاثة استثناء تاماً بمعنى أنه تمت فيه الأركان الثلاثة ونسمي الاستثناء الذي لا يسبق بنفي استثناء تاماً مثبتاً يعني خالياً من النفي وحكم المستثناء في التام المثبت واجب النصب يعني ما بعد إلا يكون واجب النصب إذا كان الاستثناء تاما مثبتا خاليا من أدوات النفي أما هنا يقول يسمى الاستثناء الذي تمت فيه الأركان الثلاثة وسبق بنفي استثناء تاما منفيا تام لماذا؟ لأنه استوفى الثلاثة الأركان ومنفيا اجتمل على أداء من أدوات النفي وهنا يجوز ماذا؟ فيه ماذا؟ عرابان النصب على الاستثناء تقول مستثنى منصوب أو تقول بدل من المستثنى حسب موقع إذا كان المستثنى منه مرفوعا تقول ماذا؟ مرفوع إذا كان منصوب فينك يكون بدل ماذا؟ منصوب وهكذا هنا مثل لنا بمثال يقول ما حضر الطلاب إلا طالب أو تقول ماذا طالبا فيجوز طالبا على النصب على الاستثناء ويجوز طالبا على الإبدال من الطلاب وهنا مرفوعة فيجوز أن تكون هنا البدل على ماذا؟ الرفع واضح؟ إذن يسمى تاما مثبتا إذا كان خاليا من أدوات النفي أو تاما منفيا استوفى الأركان الثلاثة ولكن اجتمل على أداء من أدوات النفي مثل هذا المثال عندما أقول ما حضر الطلاب إلا طالبا أو أقول طالبا وهنا يجوز ماذا؟ أن أعرب بوجهي إما النصب على الاستثناء أو تقول الإبدال من ماذا؟ من المستثناء منه واضح؟ إذن لدينا النوع الأول استثناء التام المثبت ثم التام المنفي في التام المثبت نقول واجب النصب أما التام المنفي هنا فيجوز ماذا؟ يجوز أن أعرب بوجهي ننتقل للنوع الثالث وهو الاستثناء المفرغ إذا لم تتم الأركان الثلاثة الاستثناء منه غير موجود فنقول يسمى الاستثناء مفرغا ناقصا منفيا ويعرب ما بعد إلا حسب موقعه في الجملة لا ينظر أنه مستثن منصوب بل يعرب حسب موقعه في الجملة متى؟ إذا كان الاستثناء مفرغا إذا كان الاستثناء مفرغا أي لم تتم الأركان الثلاثة أو المستثناء منه غير موجود إلا هنا ماذا يكون عملها؟ يلغى عملها تماما إذا كان الاستثناء مفرغا أو إذا أعرب المستثناء بدلا فتكون ماذا؟ لمجرد الحصر فقط تقول لا يرن بعض الناس إلى الأخطأ فهنا إذا كان الاستثناء مفرغا أو ناقصا نقول فإن إلا يكون عملها مجرد ماذا؟ الحصر واضح؟ إذن الآن لدينا ثلاثة أنواع ماذا؟ للاستثناء التام المثبت والتام المنفي وماذا؟ الاستثناء المفرغ ننتقل لهذه الفقرة أيها الأحبة الاستثناء بإلا يقول يرد المواطن على الشائعات إلا يقول يرد المواطن على الشائعات بكل أسلوب إلا المهاترة هنا استخدم ماذا؟ الاستثناء بإلا وهي ماذا؟ أم باب الاستثناء أداة الاستثناء المشهورة هي ماذا؟ إلا سنتعرف الآن على عدوات غير إلا هنا الاستثناء بغير وسوى يرد المواطن على الشائعات بكل أسلوب غير أسلوب المهاترة إذن استخدمت في الاستثناء هنا ماذا؟ غير بينما هنا ماذا؟ إلا هنا أيضا الاستثناء بسوى عندما يقول يرد المواطن على الشائعات بكل أسلوب سوى أسلوب المهاترة وسوى هنا أيضا هي أداة الاستثناء إذن لا يقف الاستثناء على إلا فقط بل هناك ماذا سوى وغير وهي أدوات من أدوات الاستثناء ونقول هنا أن غير وسوى هي إسماني وحكمهما في الإعراب كحكم الاسم الواقع بعد إلا ويجر الإسم بعدها بالإضافة إذن الإسم بعد غير وسوى يجر بماذا بالإضافة طبعا حركات الإعراب تقدر مقدرة على سوى للتعذر وهذا تتعذر ظهور الحركة فنقول تقدر الحركة عليها إذن الآن تعرفنا على إلا تعرفنا على الاستثناء التام التام المثبت التام المنفي الاستثناء المفرغ عرفنا استخدام غير وسوى بدلا من إلا كأداة من أدوات الاستثناء وعرفنا أن غير وسوى إسمان عرفنا أيضا أن ما بعدها يجر بالإضافة وعرفنا أيضا أن الحركات العربية ماذا تقدر على سوى لماذا للتعذر هنا نصل إلى التقويم فنقول عبر عن المعنى التالي بأسلوب استثناء صليت في مساجد المدينة ولم أصلي في مسجد الغمامة يريد أن تستخدم هذا المعنى وهذه الجملة في صياغة أسلوب استثناء نقول صليت في مساجد المدينة إلا مسجد الغمامة وهنا الاستثناء تام مثبت لماذا؟ لأن الأركام موجودة ولم يشتمل على أداء من أدوات ماذا؟ النفي واضح؟ إذن صليت في مساجد المدينة إلا مسجد الغمامة أذكركم هنا في حكم المستثناء أنه واجب النصب لماذا؟ لأنه تاما ماذا؟ مذبتا ننتقل الآن إلى خلاصة ما تعلمناه اليوم في درس المستثناء في الوظيفة النحوية في التعريف نقول اسم يذكر بعد إلا يكون مخالفا لما قبلها في الحكم فأنا أستثني ما بعد إلا من حكم ما قبلها سواء استخدمت إلا أو استخدمت ماذا أداء غير إلا مثل غير وسواء التي تعرفنا عليها أركان الاستثناء يأتي المستثناء منه وهو أولا ثم الأداء ثم المستثناء وترتيب المستثناء أنه يأتي بعد المستثناء منه واضح؟ إذن الترتيب المستثناء منه الأداء المستثناء أدواته إلا وغير وماذا وسواء وعرفنا أنه إلا هي أم باب ماذا الاستثناء وهي أشهر ما في باب الاستثناء بالنسبة للأحكام قلنا أنه واجب النصب متى يقوم ذلك؟ إذا كان تاما مثبتا ويجوز النصب والإتباع على المستثناء منه إذا كان تاما منفيا ويجوز العراب حسب الموقع العراب إذا كان ماذا استثناء مفررا هذا ما يخص درس الاستثناء أرجو أن قد قدمنا المفيد إلى أن نلتقيكم في درس آخر استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة